أكد الباحثون أن الجفاف والحرارة الناجمين عن تغير المناخ وعوامل أخرى يهددان بانهيار منظومة غابات الأمازون في قارة أمريكا الجنوبية وكتب الباحثون في دراسة منشورة في دورية ناتشر العلمية أن المنطقة تتعرض لضغوط غير مسبوقة بسبب درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع وحالات الجفاف الشديد وإزالة الأشجار والحرائق حتى في الأجزاء النائية وقدر الباحثون أن 10 إلى 47% من الغطاء النباتي الحالي في الأمازون سيكون معرضا لهذه العوامل الضغطة المجتمعة بحلول 2050